اللهم لك الحمد حمدا كثيرا صلي وسلم وبارك على من أرسلته للعالمين هاديا وبشيرا ونذيرا وارضعن آله وأصحابه وأكرمنا فارضعنا معهم يا رب العرش العظيم قبل أن نستكمل حديثنا عن السيرة النبوية المطهرة أرسل إلي بعض الإخوة يسأل عن الفرق بين النفس والشيطان وإن كان الفرق واضحا لكنه رغب في الإجابة فأقول الشيطان مخلوق مكلأ يعني مخلوق مسلط على الإنسان لإغوائه والله تعالى جعله نوعا من أنواع الابتلاءات التي وجدت في هذه الحياة الدنيا فالإنسان كما يبتلى بقلة المال بالأمراض بما يصيبه من مشاكل في الحياة كذلك ابتلاه الله تعالى بالشيطان حتى يظهر الصالح من الطالح أو لم يكن هناك هذا المخلوق الذي يوسوس لزعم الناس جميعا أنهم صالحون فلما جاء هذا المخلوق فوسوس وصار يصرف الناس عن طاعة الله عز وجل يتبين الصالح من الطالح هذه واحدة أما النفس فإن النفس التي توجد في الإنسان هي جزء منه لأن لن أفرق بينها وبين الروح ولكن هذه النفس بحسب ما تطبعها تتطبع إذلك وردت تسميات عديدة للنفس البشرية في القرآن ذكرها الله تعالى باسم المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية ذكرها الله تعالى باسم النفس الأمارة إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ذكرها الله سبحانه وتعالى باسم النفس اللوامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة قال أهل العلم هذا بحسب ما يشتغل الإنسان عليها فإن تركها وأحملها ضلت وأضلت وهذا صارت نفسه أمارة بالسوء فإن جعل يراقبها حينا وتغلبه حينا فهي النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على فعل الشر فإن أتقن متابعتها وهذبها وأدبها صارت نفسا مطمئنة ثم تصبح راضية مرضية أيهما يسأل السائل نفسه أيهما أخطر على الإنسان الشيطان أخطر الشيطان أخطر على الإنسان لأنه هو الذي يجعل النفس تتحرك يمنة ويسر في الأغلب لكن بعض الأحيان قد يكون للنفس تأثير ظاهر أكثر متى؟ هذا يظهر مثلا في رمضان نحن نسمع الأحاديث التي وردت في تكبيل الشيطان وأنه لا يوسوس للإنسان فمن أين تأتي الوساوس في رمضان؟ من النفس هذه النفس كما قال أهل العلم قد درجت وتربت على يد الشيطان طول العام فالآن ما دامت ما وصلت إلى درجة الصلاح والاستقامة التامة تغوي صاحبها وتضله وتزيغه عن الحق هذا الذي أردت الإشارة إليه من التفريق فالأخطر هو الشيطان لذلك قال الله تعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ولم يقل الله تعالى قل ربي أعوذ بك من نفسي تماما إذن الشيطان هو الأصل في هذه القضية فالإنسان دائما يستعيذ بالله تعالى منه وصلنا في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السنة الثامنة للهجرة وفي هذه السنة كان من أعظم الأحداث التي جرت فيها معركة عظيمة جدا لم يشهد لها التاريخ مثيلا سميت بغزوة وهي غزوة مؤتة وقد فرقنا كما قال أهل العلم بين المعركة التي يشهدها رسول الله بنفسه والتي لا يشهدها بنفسه بأنها إذا شهدها بنفسه سميت غزوة إن لم يشهدها بنفسه سميت سارية هذه المعركة الوحيدة التي لم يشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلق عليها اسم الغزوة وقد علل العلماء رحمهم الله تعالى ذلك بأكثر من تعليم قالوا لشهرتها لعظمتها لعظيم بلاء المسلمين فيها لما أصاب المسلمين فيها من تكالب عدوهم لما جرى فيها من قبلها ومن بعدها لما جرى فيها من أمور تعلقت بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه بالذات فلذلك أطلق عليها غزوة غزوة رغم أنها لم يخرج فيها بنفسه مؤتة الآن في الأردن تبعد عن المدينة المنورة أكثر من ألف كيلومتر الذي جرى أن رسالة من الرسائل النبوية تأخر إرسالها قليلاً عن بقية الرسائل تذكرون رسائل سيدنا رسول الله إلى ملوك الأرض يدعوهم فيها إلى الإسلام إحدى هذه الرسائل أرسلت إلى أمير بصرة أو ملك بصرة بصرة الشامية أيها الأحبة تقع الآن في جنوب سوريا قريباً من درعة بصرة في ذلك العصر كانت مكاناً عظيمة الآن إلى الآن أولو في مسرح في وفي آثار رومانية ضخمة فكانت مركزاً كبيراً جداً للروم حاكمها عربي لكنه تابع للروم فأرسل سيدنا رسول الله رسالة إلى واليها يدعوه فيها إلى الإسلام حمل هذه الرسالة الحارث بن عمير الأزدي رضي الله تعالى وانطلق بهذه الرسالة فلما اقترب من بصرة عرض له أحد عمال الروم ليس حاكم بصرة نفسه وإنما عامل الروم على البلقاء قبل بصرة فسأله ماذا عندك إلى أين تتوجه قال أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمير بصرة قال رسول الله من هذا ونظر إلى هذا الصحابي باستهجان شديد ثم أخذ الرسالة منه وأمر به فكتف ثم ضربت عنقه كان هذا الأمر حدثا جللا لا يحدث إلا نادرا في التاريخ وهو في كل عصر يساوي إعلان الحرب لما الآن رجل يحمل رسالة بمسابة السفير يرسل إلى أي بلد فهذه الدولة التي أرسل إليها تغتال هذا السفير ماذا يعني؟ يعني هذه الدولة التي هو منها لا قيمة لكم عندنا نحن نريد حربكم نريد قتالكم فهذا في كل زمان ومكان يعتبر بمثابة إعلان الحرب بل هو أعظم من إعلان الحرب لأنه يعني كأنهم يقولون أنتم من ليستم موجودين في نظرنا أبدا نهائيا ووصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسفا شديدا تألم كثيرا لذلك ولم يكن لا في ذلك العصر ولا من قبله يعحد أن تقتل السفراء الذي يحمل رسالة أو يكون سفيرا هذا يسمع إلى رسالته وإما بعد ذلك يقبل منه أو يقال له أخرج من بلدنا لا نريدك أما أن يقتل فهذا أمر يعني يدل أيضا على خساسة ونذالة فاعل هذا الأمر فلما وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسف لذلك أمر أصحابه أن يتجحزوا للخروج إلى ذلك المكان الذي استشهد فيه هذا الصحابي الحارث بن عمير الأزدي نعم والذي قتله يدعى شرحبيل بن عمر الغساني هذا الظالم فأمرهم أن يتوجهوا إلى ذلك المكان ليثأروا لهذا الصحابي وليعرضوا الإسلام أيضا على من وصل إلى ذلك المكان فأمرهم في البداية أن يعرضوا الإسلام فلعل من هلالك وإن كانوا ظلمة قساتا لعلهم يتأثرون وإلا فليقاتلوا جمع أصحابه رضي الله تعالى عنهم ثم قال أمير الناس زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر بن أبي طالب فإن قتل فعبد الله بن رواحة وهنا تنتهي رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى في رواية البيهقي والواقدي بعد أن قال عبد الله بن رواحة قال فإن قتل فليرتضي المسلمون رجلا يؤمرونه عليهم رواية البخاري لا تذكروا بعد عبد الله بن رواحة أحدا رواية البيهقي والواقدي تقول فإن قتل عبد الله بن رواحة الثالث فليرتضي المسلمون إن تختاروا الآن فليرتضي المسلمون من يولونه عليهم قال جعفر رضي الله تعالى عنه يسمع الأمر النبوي فجاء إلى رسول الله فقال يا نبي الله ما كنت أرهب أن تولي علي زيدا يعني أنا كنت أظن أنني أقرب إلى نفسك بما أنه رضي الله تعالى عن ابن عمه ومن السابقين الإسلام وكذا وكذا فقال امضي يا جعفر فإنك لا تدري أي ذلك يكون خير سبحان الله الأمر في الإسلام ليست قضية عصبية وأقارب وأرحام وأصدقاء القضية تقديرات نبوية مبنية على وحي إلهي سبحان الله قال زيد بن حارسة رضي الله تعالى عنه لما أيضا سمع هذا الأمر كان قريبا منه رجل من اليهود كما في رواية البيهقي الآنفة الذكر والواقدي هذا اليهودي اسمه النعمان بن فنحص لما سمع هذا الكلام التفت إلى زيد بن حارسة فقال يا زيد اعهد فإن كان محمد نبيا فإنك لن ترجع من هذه المعركة أبدا اعهد يعني ساوي صي انظر ماذا يقول اليهودي كلام عجيب قال اعهد فإن كان محمد نبيا صلى الله عليه وسلم فإنك لن ترجع من هذا الغزو أبدا فقال سيدنا زيد اشهد لهو نبي صادق بار راشد صلى الله عليه وسلم أنا مصدق ما تقول لي إن كان ايش تقول فقال له اليهودي ان انبياء بني اسرائيل كانوا اذا ارسلوا بعثا يعني كلفوا اناسا بالقتال فعهدوا لأكثر من واحد لم يرجع من هؤلاء أحد زكلفوا واحد اثنين ثلاثة اربعة هدول المكلفين بالقيادة لن يرجعوا سيستشهدوا بقضاء الله تعالى سبحان الله هذا الكلام صحيح سيحصل هذا بإذن الله تعالى وتجحز المسلمون وكانوا ثلاثة آلاف مقاتل وكان عددا كبيرا لم يخرج إلى الآن عدد شبيهه يعني في خيبر كانوا ألفا وأربعمائة تقريبا وهكذا هذا العدد كان في ذلك الوقت عددا كبيرا بالنسبة للمسلمين وبدأوا يجحزون أنفسهم ويعدون عدتهم للخروج وجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوصاهم بوصايا قال أدعوهم إلى الإسلام ثم قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا لا تغلوا الغلول مرة قلنا تذكرون هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم لا تغلوا ولا تغدروا ولا تخونوا ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا رجلا معتصما بصومعة رجال كبير إنسان يعد بصومعة يعني يقصد هؤلاء الرهبان من الذين كانوا من النصارى كانوا يجلسون في صوامع ويعتزلون الناس ولا امرأة طبعا طبعا المرأة لا تقتل إلا إن قاتلت إن قاتلت حينها يجل أمر آخر قال ولا امرأة ولا وليدا يعني طفل صغير وهكذا ولا تقطعوا الشجراء وأوصاهم بمثل هذه الوصايا الطيبة ثم بدأوا يستعدون تمام الاستعداد فإذا بأحد أمرائهم الثلاثة تسيح عيناه بالبكاء الشديد من هو؟ هو عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى يبكي بكاء شديد فنظر إليه الناس فاستغربوا قالوا ما لك يا عبد الله قال أما والله ما بي صبابة بكم ولا رغبة إلى الدنيا أنا ما أعببكي لأني أنا حاببكم وريد أبقى معكم وخايف منها الروحة ولا صبابة للدنيا يعني لأنني أحب البقاء ويعني سمعنا أنه في كلمات بأننا لن نرجع أبدا ولكني قرأت قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا فكيف لي بالصدور بعد الورود الورود يا أيها الأحبة وإن منكم إلا واردها هو المرور عليها واردها الها عائدة على النار على جهنم فالله تعالى يقسم في هذه الآية بأن الناس كلهم سيمرون ويردون على النار هذا لابد منه قال نحن الإسلام نحن الإسلام كل البشر كل المقلوقات بل والأنبياء لكن ما هو الورود أعيد الورود هو المرور على النار وليس دخول النار قال كيف يعني المرور هو المرور فوق الصراط الذي ينصب فوق النار تحت النار نسأل الله العافية فوقها الصراط الناس مرون على الصراط فإذا والعياذ بالله لم يكونوا أهل استقامة سقطوا إلى النار فالورود إذن هو المرور فالصحابي عبد الله بالرواحة رضي الله عنه يتساءل من لي بالصدور بعد الورود إش داي نجيني مشيني خليني أقطع وما أقع بعد ما وردت على النار يعني مشيت فوقها إش داي مشيني سبحان الله يا أيها الأحبة والله أمر الصحابة دائما أقول عجيب من أعجب العجب رجل بطل مجاهد صالح صحابي كذا 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 عم يقول إش داي نجيني وواحد الآن في زماننا لا بصلي ولا بصوم وبسرق وبزني وبفعل كل الفوعش تقول له الله غفور رحيم أنت أكرم لله لا 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 ما في حد أكرم لله طبعا ما في حد أكرم لله مبيني يعني لا 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 ما في مشكلة أنت سوي أنت أول واحد مولي أنني أنا أبدأ دخلك بشأن ما تضحك بشأن ما تظن الأمر لا بإيدي ولا بإيد الأكبر مني ولا الأكبر منك لكن والعياذ بالله الذي يستحتر ويجترق على الله بهذا الأسلوب يقول هذا لإنسان عادي يقول لك أما تستحي مني فكيف بالله سبحانه وتعالى تشترق وتبارزه وتحاربه وتشترق على معاصيه والعياذ بالله تعالى ثم تقول إيه الله غفور رحيم هكذا يقول الإنسان سبحان الله لذلك الآية يا أيها الأحبة انظروا الآية السابقة التي قرأها سيدنا عبد الله بالرواحة قالوا إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا الذين اتقوا الله يقول مو أنا العب أقول الله يقول نجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثية سبحان الله فالإنسان المغرور الذي يضحك عليه الشيطان الذي تغره نفسه الذي لا يتوجه للعمل الصالح إيش يقول هذا أمثالي من المقصرين إيش يقول يا رب يا رب لا نقول إلا اللهم مغفرتك ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا بس بس نحن نطمع برحمتك العظيمة وإلا ما عندنا شيء أبدا يعني أقول هذا الصحابي الكريم ما كذا يقول هذا الكلام فلما سمعوا منه هذا الكلام عرفوا أنه يعني يقشى على نفسه من عذاب الله تعالى فقال صاحبكم الله تعالى بخير وردكم سالمين فأنشد يقول عبد الله بن روح كان شاعرا متينا بليغا البارحة تذكرون قرأنا بعض شعره لما كان في عمرة القضاء قال لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد حتى يقال إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غاز وقد رشد هو سمعنا أقول له أقول له صاحبكم الله ردكم سالمين كأنه يقول أنا لا أريد أريد أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد واحد يطعني فيطلع الزبد من تمي لأنني استشهد في سبيل الله أنا بدي هيك يصير فيه هو يريد ذلك الآن يصرح أو ضربة بالسيف أو طعنة أي بالرمح بيدي حران واحد حاقد على الإسلام لئيم يطعنني هذه الطعنة أو طعنة بيدي حران مجهزة بكفه تقذف الأحشاء والكبد حتى تطلع أحشاء إلى خارج جسمي من شدة قوة هذه الضربة حتى يقال إذا مروا على الجدسي الجدس والقبر يا أرشد الله من غاز وقد رشد قولوا سبحان الله الله أكرم هذا وهو قد أكرمه الله قطعا إن قالوا وإن لم يقولوا يعني هو مع بيقول أنه أنا أنتظر ذلك لكن هذا إن شاء الله تعالى ما أرغب بأن أقول إلي سبحان الله وهكذا قال هذه الكلمات الطيبة بعد أن كان يبكي رضي الله تعالى عنه ويتجحز الصحابة للانطلاق وتبدأ جموعهم فعليا بالخروج رويدا رويدا من المدينة اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك واختم لنا بالحسنة يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين